استمعوا بداية إلى الآية الكريمة بصوت القارئ الشيخ عبد الباصط محمد عبد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أعزاء المشاهدين سنأخذ اليوم بإذن الله تعالى من الآية الكريمة من أول قوله تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وبداية كما تعودنا أعزاء المشاهدين نجيب على أسئلتكم التي تصل إلينا عبر الهاتف أو على صفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي الفيسبوك فضلت الشيخ ورد إلينا سؤال من الأخت حنان مصطفى تقول كانت كل قراءات السابقة للقرآن الكريم بدون أحكام التجويل وتسأل أنها كانت تغير في المعنى فهل هذه القراءة مقبولة؟ نعم أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الشق اللي يخص البرنامج ويخص التلاو الأداء ما دمت غير قادرة وكنت بتقرأي وانت مش عرفة ولاست قادرة على التعليم كما يقول أهل التجويد والقراءات فهذا ليس بإثم أما إن كنت قادرة على التعليم فيجب عليك أن تتعلمي أما الشق الثاني فيتعلق بفتاوى الناس فعليها أن ترجع لأهل اختصاص في هذا الأمر أيضا فضلت الشيخ ورد إلينا سؤال من أحد طلاب العلم نعم يقول هل في الإقلاب انفراج للشفتين؟ نعم أولا يجب أن نعرف مراحل القلب حتى نستطيع أن نعي هذا السؤال جيدا واحد إن نوني الساكنة أو التنوين رقم واحد تقلب ميم خالصة في اللفظ لا في الخط مثال أن بيقوني ده نون ساكنة خلاص بعدها بقى أو عليم بذات الصدور أي تنوينه أتى بعده بقى يبقى رقم واحد تقلب النون الساكنة في اللفظ ميم يبقى كده أم عليمم واخبالك يبقى أنا ببنطأش الميم غير لازم يكون فيه إطباق فين؟ في الشفتي ده رقم واحد رقم اثنين بعد ما بتقلب هذه النون إلى ميم رقم اثنين تخفى رقم ثلاثة يصاحب هذا الإخفاء غنة يبقى اسمها عندي مراحل القلب تمام؟ واحد تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم في اللفظ لا في الخط في النط يعني اثنين بعد ما بتقلب لميم خالصة تخفى ثلاثة يكون في غنة محل السؤال الشفتين فيها فرجة ولا لا؟ الخلاف بين أهل الإداء بين أهل الأداء ليس فيه خلاف أصلا هو خلاف في اللفظ إنما في الأداء ما فيش خلاف إزاي ما فيش خلاف؟ لأنني إذا أردت أن آتي بحرف الميم لابد أن يكون في الشفتين انطباق هكذا علي مم وإذا أردت أن أخفيها لابد أن يكون هناك خفة في الانطباق يعني ما بيكونش انطباق الشفتين انطباقا تاما يعني في انطباق؟ آه في انطباق للشفتين لكن مش في كز يعني اسمع كده مم ما دي ميم طب أم بي كده بقت ميم خالصة بغنة طب أنا عايزها مخفاة يبقى كده أم بي يبقى فيه إطباق للشفتين فيه إطباق في الشفاة ولكن إطباق بدون كز حتى لا تتحول إلى ميم مشددة عشان كده قال شيخ شيخي الشيخ السمنودي رحمه الله تبارك وتعالى والكز يعني الكز يعني الانطباق التام أوي كده مم بيؤوني أو عليم بذات الصدور والكز دع في الميم حيث تختفي بل خف لانطباق مع تلطفي يبقى أنت في إطباق أو في إطباق وفيه فرجة بس بسطة جدا ليس فيها مبالغة حتى تأتي الغنة ويأتي الإخفاء والغنة التي تأتي هي غنة الميم التي أخفيت وليست غنة النون التي قلبت إلى ميم فنخل بلنا من ديكويس أوي والخلاف بين مشايخنا رحمهم الله تبارك وتعالى خلاف اللفظي ليس إلا فأرجو من طلبة العلم إذا أرادوا أن يسألوا عن حكم من أحكام التجويد ألا يقول قال الشيخ فلان وقال فلان وقال فلان بل يسأل في المسألة مع اعتقاد كمال أهلية شيخه الذي تلقى عنه كما علمنا ذلك العلماء الكرام منهم الإمام الناوي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن ومنه نقل الشيخ الجمزوري إذ يقول عن شيخنا الميهي ذي الكمال أي كمال الأهلية في الأخذ عنه أرجو أن نتأدب بهذا علما وعملا مع ما شيخنا وثق الله الجميع لما يحبه وارضاه بارك الله بكم فضل الشيخ وجزاكم الله خارج إذن فالخلاف نسبي فضل الشيخ وليس خلاف يعني بمعنى الخلاف لا أقول نسبيا ولكن هو خلاف لفظي فرق بين خلاف اللفظي والأداء واحد وفرق بين خلاف نسبي يعني يعتبر الأداء واحد الأداء واحد نعم فضل الشيخ نبدأ إن شاء الله في الشرح العملي للتداوة من أول قوليه تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لا تنسى أن نبدأ من وسط الآية وفي درسي معايتين النهاردة إيه الدرس الجديد واحد إن أنا خدت مقطع من الآية الكبيرة دي حفظته ما حفظتوش بس على الأقل عرفت أراك ويس هبدأ مقطع تاني أول حاجة عندي إيه ليستيقن أنا عايزك بقى تركز معايا في حاجة مهمة جدا أو تركزي معايا في حاجة مهمة جدا إيه هي إحنا هنبدأ من وسط الآية فعايزك بقى وإنت بتتصل أو وإنت بتقرأي واتبعي معايا لو معاك ألم تحط شرطة أو تحط شرطة عندي الكلمة اللي هنبدأ منها عشان في عندي كلمات متكررة ليستيقن الذين أوتوا الكتابة ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا آه يبقى عشان بقى منساشي ليس بمانع أن يكون معايا المرصاص في مصحف الخاص بي أحط شرطة عندي كلمة ليستيقن اللي هبدأ منها وعند الكلمة اللي هقف عندها إيه اللي هقف عندها والمؤمنون طيب دلوقتي إحنا الآية طويلة وتعودنا إن إحنا بنجزئها إلى جمل أولا لو نفسي يقدر يجيبها كلها على بعضيها لحد مثلا هذا أولى بس هذا يعني متعذر فإحنا بنقسم وبنعتبر نفسينا مشيين والقراءة متواصلة بنعتبر مشينا إيه؟ القراءة متواصلة فأنا هأسم الجملة الكبيرة للمعايدية لجمل قصيرة يتناسب وتتناسب مع ضعيف النفس إزاي كده؟ ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أنا بدأت من غير لاستعاذة ولا بسملة على نية إن القراءة متواصلة من قوله وما جعلنا أصحاب النار ماشي الكلام كده؟ يعني إحنا المفروض بنقرأ الآن من أولها ووصلين والقراءة متواصلة عشان كده ما قلتش استعاذة عشان كده ما قلتش بسملة أنا كلامي في نية إن القراءة إيه؟ متواصلة خلي بالك من دي كويس أوي طيب فهبدأ أأسمها كده على قد نفسي ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وهنقف هنا يبقى أنا أولي ليستيقن وآخر كلمة عندي كلمة المؤمنون ها وضحت بألمنا الرصوص علمنا أيوة ليستيقن دا البداية تمام أول كلمة هقف عندها الكتاب تمام تاني كلمة هقف عندها إيمان مصبوط أيوة آخر كلمة اللي هنقف عندها كلمة أيوة المؤمنون جميل أوي كده تعال بقى نستخرج ما فيها من أحكام عملية في التلاوة رقم واحد هبدأ بأول كلمة معايا ليستيقن أخلي بالي أن اللام هنا مكسورة فيجب علي أن أحقق هذه الكسرة جيدا هكذا ليستيقن أيوة أنا متوقع سؤالك لا اللام دي مش لم أمر هتقول لي زي لينفق لا 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 إلا هيبين لك أن اللام دي غير اللام دية الفعل المضارع اللي جاي بعديها آه أيوة أنا متوقع كلامك بص كده ليستيقنى النون مفتوحة فيستيقنى أدي مضارع منصوب إنما لينفق ينفق فعل مضارع بس أخرس كون خلي بالك اوعى تطلقبط اوعى تطلقبط دي مش لم أمر دي اسمها لام التعليل لإيه؟ لقوله وما جعلنا تسعة عشر وما جعلنا فربنا سبحانه وتعالى بيعلن لماذا ذكر هذا وهذا وهذا من ضمن هذه العلال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب فإن وعى تطلقبط بقى بنلام الأمر وبنلام التعليل يبقى لم لينفق لم أمر آه أنا معاك صح ما فيش قبلها واء ولا فاء ولا ثم بس عرفتها منين لم أمر إن الفعل المضارع اللي جاي بعديها جي ساكن إنما هنا عرفت دي لام التعليل ازاي علشان الفعل اللي بعديها مضارع برضو آه بس جاي إيه؟ أيوة منصوب الله يفتح عليك وعليك وعليكم جميع جميل كده أخلي بالي بقى من كبر الكلمة لو أنا مش عارف أنطأها مش عيب إن أنا أخدها حرف حرف لحد ما أجمع الكلمة وتنطق نطقا جيدا ليست ليست ليستي ليستيقن للذين تمام كده؟ جميل أخلي بالي من القاف اوعة تيجي من نكاف طيب ليستيقن للذين شوف نا نالذين من النون إلى اللام اوعة معايا هنا بيبان أثناء الابتداء فقط لا غير لو وقفت ليستيقن هبأ الذين يبقى لها مهمة إيه مهمتها؟ سلم للسان عشان النطق بالساكن إنما أول ما بوصل اللي أبلي باللبعد ليس لها علاقة بالنطق نهائي خالص أما لإزاي يعني؟ ليستيقن الجميل طيب كلمة اللذين أنا بقى أسألك سؤال وأنا عرفك إنك ما شاء الله عليكم كلكم ما شاء الله فاكرينها كويس اللذين ديلام شمسية ولا مقمريا هم؟ أنا أقول اللذين نطقت اللامه لا لا أنت وقعت في المطاب وأنت وقعت لا ديلام شمسية على فكرة ديلام شمسية حكمها الإضغام على فكرة نخلي بالنا ديلام هه شمسية هم؟ زائدة هم؟ لازمة دي جديدة لازمة دي صح؟ نعيدها تاني لام شمسية زائدة هم؟ لازمة إزاي تيجي لازمة وإزاي زائدة ده معروف إن الزائد ممكن تستغني عنه الكلمة وتستقيم بس في الأسماء الموصولة الذي والتي والذين ما ينفعش ما ينفعش استغني عنه الكلمة ليه؟ لأن اللام ستدغم في اللام فيصير النطق بلام واحدة مشددة نعم هي زائدة ولكنها لازمة في هذا القسم إيه القسم دوة؟ اللي هو الأسماء الموصولة زي إيه؟ الذي التي الذين اللي معايا ديت فنخلي بالنا إن هذا أول قسم من أقسام اللام الشمسية الزائدة واجب الإدغام كمان واجب الإدغام إيه ده إيه ده إيه ده هو فيه لام زائدة غير واجبة الإدغام يعني واجبة الإظهار بس لما نجلها مش وقته منستعجلش اعرف بالذل أولا شفت لخبطش ماشي؟ جميل أول كده ليستيقن الَّذِينَ إِوَّعَ تِنْسَ طَرَفِ اللِّسَنْ فِي الثَّالِ لِيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ أُوتُوا أصلها إيه؟ أصلها في الأول ألف وعلي ضمة ونكتبها عشان نشوفها كده والألف الثانية هكذا ساكنة كده وخلي بالك معايا إيه اللي حصل أدي عندي رقم واحد أدي عندي رقم اثنين رقم اثنين ديت ستبدل حرف مد يترى ألف يترى واو يترى ياء هل لك لأ بص الحركة اللي أبليها إيه؟ اللي أبليها ضمة طب إيه اللي ناسب الضمة الواو هتبقى كده يبقى عملنا إيه؟ أبدلنا الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تاني أبدلنا الهمزة الثانية اللي حركتها إيه؟ ساكنة حرف مد من جنسي أيوة حركة الأولى الأولى حركتها مضمومة يبقى التانية هتبدل حرف مد إيه؟ إيه اللي ناسب الضمة ممتاز ما شاء الله عليكم الواو هتبقى إيه؟ أوتو طيب ده مد إيه؟ ده مد طبيعي؟ أهلا بس اسم تاني اسمه إيه؟ مد بدل يبقى مد البدل الهمزة تتقدم على حرف مد في نفس الكلم في نفس الإيه؟ الكلم وحرف المد ده كان أصله همزة مش حرف تاني أصله إيه؟ همزة وبعدين يتبدل صح كده؟ عشان كده تسموه مد بدل حفصي بيمده أد إيه؟ حركتين اتنين بس ويزداد الذين ها؟ لسه لأ ليستيقن الذين أوتوا الذين أوتوا طيب الذين أوتوا أدنون وبعدها همزة دي حكمة إيه؟ أو إعنى برضو ثاني اطلق بط صح؟ اطلق بط دي نون متحركة مش نون ساكنة عشان تقول لي إظهار أنا سأظهر هذه النون عند ملاقات الهمز بس فرق ما بين نون ساكنة يأتي بعدها همز زي من أهل وبين نون متحركة يأتي بعدها همز زي الذين أوتوا خلي بالك دي غير دي دي نون ساكنة لكن دي نون متحركة اوعى اطلق بط بالتنين خلي بالك خلاص؟ طيب وَيَزْدَدَ الَّذِينَ لسه يا عمي الحق أنت بتشربع ليه؟ ارجع شوية لسه لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا حاضر مش هاجري نمشي بالراحة واحدة واحدة لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا وِيَفْنَا عملنا إيه في آخر حرف أنا قلت أوتوا ولا أوتوا أيوة تمام الله يفتح عليك وقلت أوتوا يعني نطأت بالضم يعني الشفتين مضمومتين ضم جيد أوتوا سامع حد بيقول لي ده فيه في آخرها ألف يا عم الشيخ آه الألف ده يكتب آه مكتوب ينطق لا يلفظ به أبدا إيه ده إيه ده إيه ده ده مكتوب يا عم الشيخ أيوة مكتوب لكن لا يلفظ له مهمة آه له مهمة بس مش معاه دلوقتي اللي معاه دلوقتي أنها تفرق بين الكلمة والكلمة لكن له مهم تانية على فكرة ما تيجي أقول لك عليها عايز تعرف حاجة منها على الماشي كده على السريع آه يا سيدي قديما كانوا يفرقون بين الكلمة والكلمة بهذه الألف يعني لم يقول مثلا ولمن صبر وغفر فيه عطف صح طيب وإذا ما غضبوا هم يغفرون أعرف بقى أني غضبوا كلمة زاي وهم كلمة زاي وأفرق بينها وبينها إذا يكالوهم أو وزنوهم آه مش وعتوا بقى أصبر بقى عليه شوية نكمل دي الأول خلاص كده يبقى دي ألف الفارق انخلي بالي طيب طول كتاب إيه اللي حصل في اللفظ مش في الكتابة الكتابة زي ما انت شفت وزي ما انت فتح المصحف تا واو ألف وبعدها همز ووصل لا مساكنة الكتابة شيء لكن في النطق حصل شيء تاني إيه اللي حصل لما وصلنا نعرفه بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى مبارك الله فيكم في خلاص الشيخ وجزاكم الله وخير أعزائي المشاهدين سنخرج بإذن الله تعالى إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا لنبدأ معكم التواصل وسماع تلاوتكم للقرآن الكريم فانتظرونا نلتقيكم بعد هذا الفاصل القصير